تعروح نشوف اللي حصل في هذه المباراة فنياً مع باولو كامبوس المدرب السابق لنادي ريال مدريد يا فندم شرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر السلام عليكم تلفزيون المصري أتمنى أن تكونوا جميعاً بخير ومساء الخير عليكم جميعاً لكل أصدقاء في مصر مصر كرة قدم فيها كرة قدم عظيمة فيها مشاجعين جمهور عظيم ومن هنا من البرازيل أحييكم وأنا سعيد جداً لفوز فريق ريال مدريد بدوري لقب أفطال أوروبا تجهزات فنية لك كثيرة جداً عشان تشرح لنا ما حدث في مباراة اليوم وبالتأكيد هتتفق معايا في البداية أن دورتموند تحديداً في أول سبعين ديئة من المباراة كان الطرف الأفضل في هذه المواجهة نعم بروسيا دورتموند كان في الشوط الأول تحديداً أفضل وخسر ثلاث فرص محققة للتسجيل وريال مدريد لم يتوقع هذا السيناريو بروسيا خسر فرصة الفوز بهذه المباراة في الشوط الأول ولسيماً للمور كانت تحت السيطرة الكاملة هذا هو ما حدث في الشوط الأول ولكن الشوط الأول بالكامل كان لبروسيا دورتموند ريال مدريد لم يكن منظمناً ولم يكن حاضراً في الشوط الأول دورتموند كان خطير لين نهاردة؟ لماذا دورتموند نهاردة كان أفضل من الريال؟ في الشوط الأول دورتموند كان أكثر تنظيماً كفريق وكان أكثر خطورة ولسيماً من الجانب الأيصر لأن المدفع الأيمن لين مدريد كارفخال كان يخرج للهجوم كثيراً وكان يترك خلفه مساحة في أرواق الأيمن من هذا أرواق الأيمن جاءت ثلاث فرص محققة كانت دورتموند أن يحقق فوزاً تاريخياً في الشوط الأول ولكنه لم يحقق ذلك اشرح لي بقى على البورد الرسمة اللي أنت رسمها وراك دي دورتموند لعب النهاردة إزاي المباراة وأيضاً ريال مدريد لعب إزاي المباراة بوروسيا دورتموند هو بالفريق الأزرق كان بحارس المرمى وأربعة مدافعين وأربعة لعيبين في وسط الملعب اثنين للدفاع واثنين في الرواق الأيمن وآخر في الرواق الأيصر وهناك مهاجم وحيد فقط لذا هم لعب أربعة اثنين ثلاثة واحد ومن هنا كان دورتموند يعتمد على لعبه في الجهة اليمنى للخروج بالقرى ريال مدريد لعب أربعة، اثنين، 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 واحد، اثنين بلينجهام، واثنين رودريغو وفينيسيو جونيور في الشوط الأول رودريغو لم يكن بالشكل الجيد بشكل كافي وكان بالاعتماد الكل على فينيسيو جونيور ولكنه لم يصنع الكثير من الفرصة بروسيا دورتموند صنع ثلاث فرصة محققة إذن أنا على يقين من أن دورتموند كان بإمكانها أن يسجل ثلاث فرص ولكنه لم يكن يملك التركيز الكافي وريال مدريد لم يكن يملك الحذر الكافي في الشوط الأول لذا كانت الأمور تميل إلى دورتموند في الشاطئ الأول بشكل كامل هذا هو الشاطئ الأول طيب سؤال القادم ليك يخص النهاردة ناحية الناحية اليسرى لدورتموند كانت هنا الناحية الأفضل بكتير والناحية اليمنى رغم أنك ربخال عمل أداء كبير جدا لكنها كانت مخترقة معظم الوقت ده بسبب لعيب الوسط أم بسبب مساكي ريال مدينة المدافعين لأن ريال مدريد كان بيلعب بكفالفردي وكرفخال في الجهات اليمنى وأيضا نحن لم نرى رودريكو كثيرا في الشاطر كرفخال ورودريكو كان هناك بينهما مساحة في هذه المساحة كان يعتمد دورتموند بالخروج بالكرة في هذه المساحة وكان خطير جدا واستطاع أن يحرق فرص على مرمى الرياد من خلال هذه المساحة الفارغة التي ترونها في الشوط الثاني ريال مدريد أعتقد أن كارلو أنشلوتي المدرب ريال مدريد تدرك هذا الخطأ وطلب من لعبه أن يتحرك أكثر في هذه المساحة بشكل حذر وأستطاع كرفخال أن لا يعطي مساحة كبيرة وكان دورريكو أيضا مطالب بالنزول للدفاع في هذه المساحة وأن يعطل لعب دورتموند بالخروج بالقرة وأن لا يتكون لهم السيطرة الكاملة وأن لا يخرجوا بالقرة بشكل مريح لذا تمكن ريال مدريد من الفوز هذه الليلة لماذا تحسن ريال مدريد الشوط الثاني عنه في الشوط الأول تحديدا في النواحي الهجومية نظري في فترة ما بين الشوطين أعتقد أن كارل أنشلوتي وبخى اللعبين وتحدث معهم بشكل عنيف وطلبهم بألا يتلقوا هدفا وطلبهم بالمزيد من التنظيم وطلبهم بالتركيز الهجوم على مارمى بروسيا وأن يهاجموا بشكل أكثر شراسة وأن يخلقوا فرص أمام مارمى وهو كان يعلم بتأكيد أن لديه اللعبين الذين يستطيعون استغلال هذه الفرص وتمكن من تسجيل هدفا وهو كان على قدم أنه سوف يستطيع الدفاع عن هذا الهدف ريال مدريد سجل هدفا وهو فريق كبير يستطيع إغلاق المساحات ويستطيع أن يحافظ على هذا الهدف فريق الأنجابة روبرتو كارلوس ورأول بالتأكيد هناك خبرات متراقمة في هذا الفريق في مثل هذه الموعيدة الكبرى تمكنهم الحفاظ على النتيجة المباراة باولو كامبوس المدرب الأسبق لنادي ريال مدريد أنا بشكرك شكرا جزيع على هذا اللقاء وهذا التحليل ما بعد هذه المواجهة الكبيرة بين ريال مدريد وبروسيا دورتمون في النهائي دوري أبطال أوروبا